موسيقى مش هيدي سبوتشوت أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج وجهة نظر وضيفي اليوم الصحافي إبراهيم ريحان أهلا وسهلا فيك يعني اليوم جبهة الجنوب بعد أيام على بدء عملية طوافان الأقصى ليس مشتعلن وليس مستقرن الحزب رد على عملية دفع ثمن بشري من كم يوم واليوم رد على العملية وبأكد أنه هناك خسائر بشرية أو حتى إصابات بشرية صارت كمان بهذا الرد تبعه يبدو أنه رح تظل هيك ولا ممكن نلاقي جبهة الجنوب مشتعلة من أولا لآخرة لم بلش من آخر مواجهات صارت بغزة كان عطول عم بيكون فيه إطلاق صواريخ من الجنوب فيه تأكيد ما باته يعرف بنظرية وحدة الساحات يلي اشتغلت عليها إيراندون الفصائل المحور يلي منضوية تحتها ما عم بيحصل بالجنوب من النهار السبت أو النهار الأحد بالتحديد وصولا إلى اليوم لحتى الساعة يسمى تبادلا بالرسائل تبادل للرسائل بالنار بين حزب الله والإسرائيليين إذا منرجع اليوم لعملية اللي صار من شوية اليوم على أفيذيم وعلى الشريط الحدودي أصدر الحزب بيان أكد أنه البعدة بإطار الرد على استهداف نقطة مراقبة أمس الأول للحزب ونجم عنا سقوط ثلاثة من عناصر الحزب وإصابة أربعة منهم في منهم حالات خطرة موجودين كانوا بالمستشفى نقل ولا بيروت أما اليوم اللي عم بيصير إذا من نقرأ بيان الحزب الأول سميه الرد الأولي أنه هذا رد أولي كان عم بيأكد أنه فيه رد فيه استكمال للرد بياني طولها اليوم ربطوا الحزب بإطار الرد على استهداف النقطة والاستهداف عناصره وأكمل وقال لن نسقط على الاعتداء على أراضينا اللبنانية يعني هون نتبه للنقطة بعض رابط ما يحصل بالحدود مثل قواعد اشتباك الرد والرد المقابل ما نحكي عن حزب الله بالتحديد ما نحكي عن كتاب القسام وسرية الكدس أكمل الرسائل التي يريدها حزب الله تموجها أول شغل أن نأخذ التوقيت جاءت بعد إعلان وصول أو ارتقاب وصول وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكل وافد مرافق إلى تل أبيب واتزامت مع وصول القطاعات البحرية الأمريكية إلى البحر المتوسط يعني وكأنه يقولون لأمريكيين أو لمن يعنيهم الأمر ردا على الرسائل التي يوسطوا أنه ذات أين الحاجة للدخول في هذه المعركة فلا نتوانى على الدخول إليها حتمية الدخول وعدم الدخول بحث آخر بيكون هل هي هون سنستمر فقط بالرسائل لمحاولة تجنيب لبنان الخطر والمواجهة الشاملة أم هي إقحام للبنان في هذه المواجهة؟ هل هذا الشيء يقرر على المجاريات الميدانية؟ نعم بس يبدو أنه الرسميين اللبنانيين ما عندهم أصلا جواب على فكرة أنه عندهم ضمانات للغرب أو لأمريكا تحديدا أنه نحن ما نتدخل والدليل أنه السفيرة الأمريكية دورثي شيا قطعت إجازتها وزارة الرئيس بره وقالت له أنه يتدخل لمنع تدهور الأوضاع بين لبنان وإسرائيل وكان جوابه أنه روحي إلى إسرائيل بمعنى أنه حط الكرة بملعب أن إسرائيل إذا لم تشرنا إلى هذه الحرب لن نجري لها مئة بالمئة لأنه ما يحصل إذا بنا نقرأ المعطية بشكل دقيق في محاولة إسرائيلية لإدخال لبنان بهذا الحرب اليوم يمكن من وراء الزخم الأمريكي؟ طبعاً ما الإسرائيلية شاهدوا في زخم أمريكي بيعتقدوا أنه فيهم يفتحوا جبهة لبنان بس أنه جبهة لبنان ما أنه جبهة سهلة لا تفتح يعني موضوع الجبهة بالجنوب بجنوب فلسطين محل قطاع غزة هي جبهة قاسية رغم أنه القطاع محاصر له أكثر من التحول العشرين سيني محاصر وعديد المقاتلين بقلبه أكيد أقل من لبنان عدد الزخيرة والصواريخ والتقنيات المستعملة بطبيعة الحال الأقل بكتير مما هو موجود بلبنان لدى حزب الله فالأمريكيين بفضلوا أو مش بس بفضلوا يريدون أن لا يتدخل حزب الله بعد المسألة وهذا كان محور لك ثمن كبير ستدفع إسرائيل بطبيعة الحال بالحرب لا يوجد أي حرب على ثمن كبيرة على كل الأطراف لا يوجد حرب بدون خسائر على طرفين فكيف نحن نحكي بمواجهة الشامل عن عدة جبهات من الطرفين بالتسليح لا يوجد نقاش في موضوع التسليح كان عند حزب الله أو الفلسطينيين أو عند الجيش الإسرائيلي أو حتى عند الفصائل الإيرانيين موجودة بسوريا أو حتى عند الحشد الشعبي يعني كلها تفيد تسليح كبير وفيه أعداد ضخمة صارتنا المقاتلين من الحشد المقاتلين يعني الأمين العام لحزب الله كان قبل أنه يقدر يحشب مئة ألف مقاتل الإسرائيليين استدعوا 300 ألف من الاحتياط يحكي عن حوالي 22 إلى 40 ألف مقاتل لحركة حماس واحدة بقطاع غزة نحن هم بلبنان بعد ما حكينا عن المقاتلين الفلسطينيين يلي موجودين بالمخيمات وتحت الفصائل وهي دي النقطة تحديداً يوم شو دور الفصائل الفلسطينية شخصية الجهاد يمكن بتعليمات إذا صح؟ هذه كانت بلاحظتها لا تزال تحت قواعد الاشتباك لأنه في قواعد الاشتباك اترسمت خلال السنوات الماضية عبر صواريخ القليلة اللي صارت عنه في جهات فلسطينية تعمل على حدود اللبنانية الفلسطينية وما دايما أنه حزب الله هو الذي يعمل بالسياسي طبيعي هناك لا يجري شيء بالجنوب بدون ما يسمى باللبناني بأبة الباط بس بنفس الوقت ما أنه انخراط مباشر كان لحزب الله بنحنة العملية طالما أنه سرايا القدسي اللي نفذت العملية بس ممكن يكون في دور هذه الفصائل الفلسطينية في لبنان بلسنا نسمع اليوم تحفير من فتح الأن جديد طبعا نحن عم نحكي بموضوع وحدة الساحات وكان في كذا زيارة لرئيس مكتب السياسي حركة حباس معينهنية على لبنان خلال السنتين الماضين ولا نقبه صالح العروري وكان في اجتماعات مكسفة وده شيء منه سر يعني كشف عنه بوسائل الأعلام وفي زيارات كانت مكشوفة يقدم يعني مانا زيارات لم تكن سرية كانت زيارات علمية اليوم الوضع اذا بدنا نجاح نوصف يعني ما بدنا نبالغ بإخافة الناس ولكن لا ينبالغ المبالغة بالطمئنة لا لأنه كل ما يحصل رهينة القرار السياسي والعسكري الإسرائيلي إذا اتخذ القرار بمحو قطاع غزة نحن من خيارين الخيار الأول بقول أن حزب الله سيتدخل حتماً وإيران ستتدخل حتماً هذه هي اللحظة التي سيتدخل في حزب الله هناك رأي هيك بيقول وفي رأي بيقول أن إيران وحزب الله قد ما يتدخلوا لأنه هل ستضحي إيران بأهم ورقة بإيدة بشار الأوسط اللي هي حزب الله هذا كمان سؤال يطرح فكل التكهنات أن لبنان دخل المعركة أو لم يدخل المعركة تبقى بإطار التحليل السياسي ما يقرر هذا الأمر أولاً المجريات الميدانية والثاني شيء خرفة العمليات المشتركة بين فصائل الفلسطينية وحزب الله والحارة الثورية الإيرانية هناك غرفة عمليات المشتركة وغير ذلك لا يوجد أحد يقدر هذا الموضوع وكذلك ترى الاتصالات الأمريكية التي تجرى ليس فقط مع لبنان هناك امريكية تجرى بعبر وسطاء مع الإيرانيين عبر قبل مصر وقطر وسلطنة عمان والعراق في كذا دولة تدخل وحتى عبر اتحاد الأوروبية يقولون أنه لا يدخل إيران ولا حزب الله بهذه المعركة لكن هذا يعني رأس حماس هذا يعني رأس حماس نعم لكن السؤال هل نتنياهو قادر على اقتلاع رأس حماس في حال لم يتدخل لا حزب الله ولا إيران هذا سؤال نعم بدي حكي عن اشتياح بري نعم بدي حكي عن اشتياح بري بس ما اشتياح البر مكلف جدا كيف نتنياهو إذا دخل؟ يعني إذا نحنا شفتها بال2006 كيف كان أداء عناصر حزب الله بوقت بالتدخل البري نعم وهذا نحن 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 بعد 20 سنة من تطوير أساليب القتال حتى إذا نحضر نهار السبت وما حصل نموذة مصغر يعني هذا لما ممكن أن يوجه الجيش الإسرائيلي بغطاع فزة نحن إذا نتزكى نرجع شوي بالذاكرة لل82 يوم اشتياح بيروت حصل نفس طبيعة الأحداث حصلت بيروت حصر أريال شارعون كان وزير دفاع ومناحن بيجن كان هو رئيس الوزراء يلي هن اتناتهم كانوا بوقت حزب الليكود يلي حزب نتنياهو حاصروا بيروت ثلاثة شهر قطعوا عنا المياه والغذاء والكهرباء والدواء وبقيت محاصرة بإطباق كامل وتحت قصف مكثف وبعدها أخذوا قرار بإجتياح حفيتوا على بيروت وخرجوا بعد ثلاثة أيام بفعل ضربات المقاومة اللي صارت لواجهوها من أهالي بيروت كانت أربعة أيام انسحبوا الإسرائيليين من قلب بيروت والسؤال هذه بيروت كانت بإمكانيات متواضعة جدا إذا نحكي نوصف الواقع نحن نوصف الواقع وما نتبنى وجهة نظر نسأل هل إذا صار تدخل بري في غزة أنه مضمون النتائج لمصلحة طبعا نحكي أول شيء عن مجازل طبيعا بالحال لكن هل الواقع العسكري الذي يؤثر على الواقع السياسي خصوصا أنه فيه تآكل للردع الإسرائيلي صار صورة الردع الإسرائيلي نهار الصبت بعملية التوفاذ الأقصى فإذا صار فيه عملية برية وستكمل الضرب بصورة الجيش الإسرائيلي بكل نتانياهو بالداخل الإسرائيلي انتهى بالسياسي هل القرار اليوم قريب من إسرائيل أن تدخل بريا تشتاهل؟ حتى الساعة كل ما يحكى نتانياهو هدد ولوح وكل ما يقولون أنه فيه عملية عسكرية ضد غزة ما طلعت شو هي أهدافها العملية وما هيته شكل هل هو اجتياح لكامل قطاع غزة هل هو بس يجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للعيش نتانياهو يتجنب هنا إخفاقات أيهود أولميرت بحرب 2006 مع لبنان بس يقول سيغير الشرق الأوسط كيف سيغير الشرق الأوسط؟ هو يطمح نتانياهو أنه اقتلاع حماس من غزة قد يؤدي بمرحلة لاحقة إلى معركة مع حزب الله أنه يستفرد بحزب الله عشاناكي كمان نحن نأخذ بالرأي أنه لماذا الحزب ممكن يتدخل لحتى ما تكون معركة غزة مقدمة للاستفراد بالحزب طبعا الضرب يستيقون يعني إذا أضع على حماس وكان يصير بده تفتح شهيته على حدود الشمال أصلاً لبنان مش بخريطه لأعراضها بالأمم المتحدة لا لا لبنان مش بخريطه بس أخطر ما في خريطه أنه عامل أراضي فلسطينية كله أراضي إسرائيلية يعني ما بعد غزة وما بعد الضفة هذا السؤال أنه هل أمريكا ستغطي عملية ترانسفير كبرى للفلسطينيين أن هذا الشيء يدمر المنطقة كلها نعم طيب اليوم ما هي الأسلحة المتوقع استعمالها عم نسمع أنه في أسلحة محرمة دولية عم تنضرب حتى على جنوب لبنان اليوم معركة مفتوعة حتى في نائبة متطرفة إسرائيلية تقول أنه فلنضرب النووي علما أنه مش عارفة على الأول تلويح بالضرب النووي بهذا النطاق الجغرافي بالنطاق الجغرافي مستبعد وإن كان سلح نووي تكتيكي بس فيه تقرب بالجغرافيا هنا ما أنه وضع مثل روسيا أو أوكرانيا المنفي احتمال لو يستعمل سلح نووي تكتيكي هذا لا يعد كون التهويل بالحرب وتهويل ومحاولة استعادة صورة الردع يعني هلأ الإسرائيليين الذين يفجروا صورة الردع بالنسبة لإلهم أن يرتكبوا ما لم يرتكب باتجاهة قطاع غزة حتى ولو ما عملوا؟ بأن هي تبقى صورة ما حصل نهار السبت من خرق الدفاعات الجوية الأرضية والجوية والبحرية للجيش الإسرائيلي والاستيلاء على قواعده العسكرية ليس فقط على مستوطنات في قواعد عسكرية ساقطت وتأخذ الساحل بقلبها كله العداد والعتيد والعديد يأما قتلوا العديد يأما تأخذوا أسرة لكن اليوم نعرف كيف قامت حماس بهذه العملية اليوم كثير وقفين الناس بذهول يقولون أنه ليس معقول هناك خيانة داخلية يعني فينا نعرفنا الحقيقة اليوم كيف حصل هذا لا يوجد خيانة داخلية فيه أول شغلة العام الأبرز هو فائده قوة الإسرائيلي يلي يتطمن أنه يعتمد على التكنولوجيا المتطورة لمراقبة الأوضاع والاتصالات والتنصف كان متكل على الآخر أنه يعرف كل الأوضاع التي تجري بقطاع غزة رقم اثنين يدخل بطبيعة الحال والأكيد أنه صار فيه هجمة سيبرانية كبيرة تعرضت إلى نقاط المراقبة الإسرائيلية والردارات والقبة الحديدية يعني نحن كما نتذكر أول ما طلعت رشقات صاروخية نهر السبت الفجر لم تتحرك القبة الحديدية وهذا يشير أنه تعرضت لهجوم سيبراني وأخرجت من العمل وبنفس الوقت نقاط المراقبة على حدود السياج الكاميرات وما سوى ذلك كانت خارج الخدمة وهذا الشيء اللي ما خلل الإسرائيليين يحسوا ما اللي عم بصير وزائد الخروج من قطاع غزة كان تحت وابل من الصواريخ يعني كان كل الإسرائيليين عم يفكروا أنه هذا اللي عم يحصل وجول جديد من طلاق الصواريخ من غزة إلى الأراضي المحتملة ليلة السبت ليلة طوفان الأقصى سمعنا قيادات من حماس حتى في لبنان وفي الداخل الفلسطيني أنه نحن نتوقع ردة فعل جنونية للعدو الإسرائيلي ونقدرين نتعامل مع هذا موضوع حتى في رسائل وصلت أنه يمكن لحزب الله أنه نحن قادرين نصمد الداخل لفترة طويلة هل في مفاجآت اليوم بعد ممكن نشوفها من حركة حماس سيقابل بها العدو الإسرائيلي ما أظهرته حركة حماس كان على الصعيد العسكري والأمني بعيدا عن حساب السياسي اللي ممكن يكون أخطأ ما أصاب بالحساب العسكري والأمني اللي بيكشف هاي الوراق بالدرجة الأولى يخبئ أكثر منها بيكون لمراحل لاحقة وبارح أكده حماس وقيادي من حماس أنه في صواريخ بعد لم تستعمل بهذه المعركة ولم تدخل المعركة في أسحة لم تدخل بهذه المعركة ربما حماس سنتظر القتال البري أكثر القتال البري بالعسكر بيحيد السلاح الجو بيصير سلاح الجو أقل فعالية بسبب الالتحاب المباشر فلما يتحيد سلاح الجو يجب أن يكون الوضع أكيد سيكون مختلف خصوصا أن الفلسطينيين معروفين مقاتلين يعني منهم تاريخيا مقاتلين الفلسطينيين يعني الصورة لن تبقى غزة تحت القصف فقط لغير إذا أريد أن يذهب إلى الإجتياح البري فلن تبقى غزة تحت القصف يجب أن يضيئة في القصف الجو بالأقل إذا كان هناك تقدم بري ماذا عن جبهات أخرى؟ رأينا أنه من الجولان تم قصف مركز في إسرائيل العراق ربما الحوثي بدأت رسائل أن يجب أن يدعم لكن لم يحدد كيف يدعم وطبعا إيرانكا هي القوة الرائية هذه الجبهات ماذا يوضع لنا؟ هذه الجبهات نرجع للأساس في كل رهن التدخل الميداني وكرة الثلجة كنا أمام سيناريو كرة الثلجة فالجبهات كلها ستفتح بس بالحسابات هل يفتح الجبهات كلها هل هو حاسب النصر؟ هذا السؤال يطرح والإسرائيليين إذا أرروا هم يهاجموا كل الجبهات هم يحاسمين النصر؟ بغض النظر عن وجود حاملة طائرات أمريكية أولا يعني إحنا نرجع بالزمانات بلبنان كان فيه وجود أمريكا بـ 82 و83 بقلب لبنان ما كان بكبالة سواحل لبنان وكيف انتهى الأمر الصورة معروفة فمش هل هي باب التهويلة ببشي يعني نحكي باب الوقعي يعني بغض النظر أنه هذا المحور اللي كان بـ 82 مؤلف من بضع عشرات من المقاتلين وعمل هذه العملية ضد الأمريكان ومش عم نقول أنه سيصير في الاتحام مباشر بين حزب الله والأمريكا حتى هذه اللحظة لا يزال هذا الأمر مستبعد لأن دخول أمريكا على الخط يعني الكثير مختلف بس احنا عم نقول أنه هل هي سهلة أنه في ساعة يهول أنه سيدخل حلف الناتو حلف الناتو كاملا عنده أولوية هي ما يحصل في أوكرانيا رقم اثنان الجيش التركي هو ثاني أكبر جيش بحلف الناتو قال الجيش التركي رح يجي قاتل لد حركة حماس أو حزب الله بلبنان هذا نوضع شك وعلم أنه موقفه يمكن موقفه من شوية أطلق الرئيس التركي موقف داعم يعني أول شيء كان عم بدين مقتل المدنيين للطرفين مثل الأول اليوم بعض ما يحصل بغزة وصف ما يحصل بغزة بالمجازر وأنه إسرائيل يتعامل كمنظمة وليست كدولي يعني بلش يدرج الموقف التركي يلي هو ثاني أكبر جيش بحلف الناتو يعني مننا القصص بهيدئ السهولة نعم بدأ نحكي عن زيارة بلينكين إلى تل قبيب والقطع البحرية اللي وصلت معه تقريباً أو وصلت قبله أو كمان رح توصل بالمرحل المقبلة بداية من بلينكين شو جاي يعمل دبلوماسياً؟ جاي يأكد على دعم واشنطن للحكومة الإسرائيلية بالرد على حركة حماس وبضرب حركة حماس بس هل هو الدعم المطلق لإنهاء حركة حماس أو فقط لضرب حركة حماس ضربة كبيرة جداً 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 اسمال رئيس بايدن عم بيقول أنه يعني هو بعد الآن ما استعمل عبارة القضاء على حماس ما استعمل بعد عبارة اجتثاث حماس بعده بايدن عم بيعطي الدعم المطلق للجانب الإسرائيلي هذا ما في شك بس قد يوصل لحظة معينة بكرة بايدن يطلب النتنياهو الاكتفاء لما حصل مشهد المجازر المتراكمة إذا نتنياهو يعتقد أنه يرمم صورة الردع أو يرمم صورة الردع الإسرائيلي إذا رجعها نتنياهو أو رجع واحد بالمئة منه أو عشرة بالمئة منه قد يطلب منه بايدن الاكتفاء ولكن بالوقت عاليه قد لا يطلب منه الاكتفاء لا ترى ماتفقين الإسرائيليين والأمريكيين يعني أرجح وصول لأنه حامل الطائرات تأشر ماتفقين إلى مرحلة طويلة حتى يمكن طلب عدد هائل من الاحتياط يؤشر أنه المعركي كالتغون طويلة اللي بيخوف بطلب الاحتياط أنه طلب 300 ألف إلى الاحتياط قطاع غزة يحتاج إلى 100 ألف بالعلم العسكري منطقة لـ 62 كم مربع لا تحتاج أكثر من 100 ألف هدول 200 ألف فالهمني مجندون لردع جبهة الشمالية أمنينية مبيتة للجبهة الشمالية هذا السؤال مرافقة لهذه المئات الألف مجموعة القوة الضاربة لحاملة طائرات أيزنهاور وهي وصلت على السواحل الفلسطينيين ما خصائص هذه المجموعة اليوم لماذا أمريكا ضغر سيارتها بالبحر نحو اسرائيل هذه المجموعة من أقوى المجموعات البحرية الأمريكية سيارتك هي رسالة دعم مطلق ورسالة قوة أمريكية أنه ستكون بجانب تل أبيب في حال تعرضها لأي هجوم من جبهة أو من طرف آخر غير حركة حماس وهذا شيء عبر عنه جو بايدن نهار السبت مساءًا ورجع كارل نهار الثانية لهذا الموقف أنه حذر أي طرف ثالث من الدخول نهار السبت كان جو بايدن يطلق الموقف فهذا نهار أحد الصباح كافية سواريخ تتساقط من قبل حزب الله على مسارع الشبعة رجع أكد الموقف هذا مبارح ونفس الوقت رأينا ما حصل على الحدود الجنوبية اليوم وصلت رأينا ما حصل كمان على الحدود الجنوبية يعني هذا التبادل الرسائل كم بعده يريد أن يكون إذا استخدمت هذه المجموعة إذا استخدمت هذه المجموعة نحكي بمجموعة مدمرة للغاية والطائرات والقطعات المرافقة المزودة بصواريخ توما هوك وصواريخ بعيدة المدى وحتى صواريخ ذكية ودقيقة يعتصل إلى لبنان سوريا العراق ايه بتغطي هذه المنطقة كلها ما في شك مجموعة يو اس اس جيرالد فورد وصلت رح توصل حالت نصرب بالإعلام أنه في مجموعة تانية حملة طائرات تعمل بالطاقة نووية حسب المعلومات مقررة مسبقا ولا علاقة لها بما يحصل في غزة الذي يوصل هو الذي له علاقة بدعم إسرائيل فيما يتعلق بغزة أما الذي أعلن عن وصوله خلال أسابيع هذا جاي بترتيب مسبق وليس له علاقة مباشرة فيما يحصل بغزة ربما الذي حصل يسرع بوصوله لكنه ليس له علاقة بشكل مباشر لأنه هيدا كان هي أية التي وصلت؟ أعتقد أن التي وصلت هي يو اس اس جيرالد فورد والتي جاء يو اس اس آيزنهاور آيزنهاور كانت مقررة بشكل مسبق جيرالد فورد هي التي أرسلت على وجه السرعة قبل المعركة هي هيدكة كانت مخططة أن تأتي حسب القيادة الوسط الأمريكية ومصادرهاك بدون في كلام كمان بلا شي يصير باللبنان أن الحصار في غزة يعني قريب كمان حيصير في منه بلبنان ربما المطار يغلق أبواب والحصار قاتن إلى لبنان في شي منه اليوم فينا نحكي فيه ولا كمان بعد ما في حدا يقول فيه ولا حدا يقول فيه هذا بيقرر تطورات الميدانية أما اللي بيطلع يهول من المال ويطمر زيادة من المال علينا المتابعة بساعة بساعي نحن عم نحكي وقت بكون الأحداث عم تتطور وتتغير وعم تتسارع. فاجأة منلاقي أنه صار فيه اشتباك سريع على الحدود وفاجأة منلاقي صار فيه اشتباك واسع على الحدود ورجع اكتفه بالرد المتعرف على يعني ضمن القواعد الاشتباك. بعد طالما لم يحصل أي أمر على غير العادة على الحدود أو بأي أجابة أخرى أو أمر ضخم جدا. ما فينا نقول أنه بعض القواعد الاشتباك ثابت ضمن تبادل النيران. أنه حزب الله كان حريص على قواعد الاشتباك بالنهار الأول الذي قصف فيه على مزارع الشبعية ضمن قواعد الاشتباك السابتة لم يستهدف آلية مباشرة إلا بعد مقتل عناصره يعني ما أتل إلا نما أن أتله هذي كمان ضمن قواعد الاشتباك هلأ بكرة يصير فيه شيء دراماتيك يتطور على الحدود ما حدا فيه يضمن أنه يصير أو ما يصير هذا كله رهم أن المجموعات المقاتلة على الأرض والجيوش التي تتنافس فيها هناك أسئلة تصلنا وتصل لحضرتها كثير من المغتربين ومن كمان الشعب اللبناني أو المواطنين اللبنانيين الخارج بيقلنا أنه شو منبعث وراء أهل ما يجوا لعنا هل في دول رح تقول رعيها تغادر لبنان؟ هذه الصورة اليوم القلق عند هذا الشعب اللبناني سواء كان مغترب أو هذا بالداخل شو فينا نقل له من تطلع مبارح وزارة خالجية البريطانية نصحت بعده للسفر لم تم السفر إلى لبنان وكما يؤشر أنه بعض الأمور قيد المراقبة من الكل فيما يتعلق باللبنان نحن لا يمكننا أن نقول لحدا لا غادر ولا إبقى ومن الجهة المخولة لهذا الموضوع نحن نتابع الأحداث ومنحلل على أساس الحدث بوقته يعني لا يمكننا أن نقول لحدا خليك وبكرة يصير شيء يقول أنتم مسؤولين أنتم قلتوا خليك ولا يمكننا أن نقول لحدا فل بأن شو قلتوله فله ما في شيء يعني هذا يتعلق كل واحد يقدر وضعه كل واحد طالما لم نرى بعد من حزب الله والثناء الشيعي بالتحديد طلب من سكان الجنوب وبعلبك الهرب الأول المناطق والضاحية أو المناطق التي تواجد فيها الثناء تتوجه إلى مراكز خارج المناطق إلى مراكز النزوة نحن نقول لأنه حتى الساعة حتى اللحظة لا تزول الأمور مضبوطة وهل في دول؟ محلا بيعرف ممكن بعد من خلص التجذير تتطور الأمور محلا فيها هل في دول ممكن كمان يكون عندها تحضير لبيانات أنه إجلاء ولا تحذير؟ على بطبيعة الحال بأي تطور ضغري بيكون في إجلاء ضغري ضغري أي تطور مثل شفنا بحرب تموز هذه الصورة شفنا بحرب تموز صار التطور بـ 12 تموز حديث 14-15 تموز بلشت عمليات الإجلاء نعم طيب اليوم كمان في نقطة الموقف العربي يوم موضع نقاش وموضع يعني ترقب كيف رح ياخدوا موقف اللي عم بيصير بغزة بلشنا نشوف بعض البيانات ولكن العرب أو فلسطين تحديدا تنتظر يوم فعل قوي بوجه ما يحصل في اجتمع وزاري عربي بالقاهرة عن أرجح وحسب المعلومات أنه سيتبنى وجهة النظر السعودي بهذا الموضوع وجهة النظر السعودي هي التالبة صدر بالبيان وزارة الخارجية من اليوم الأول أنه حملت حكومة الإسرائيلية الحالية وسياساتها مسؤولية ما يحصل في قطاع غزة كان من حيث العملية لأنه هي سببت الذريعة لحركة حماس والجهاد بممارساتها ضد الفلسطينيين وممارسات العنصرية واستهداف المسجد الأقصى والضف الغربي وقدم الأراضي والاحتلال والاعتقال العشوائي واستهداف الناشطين بمخيم جنين وبنابلوس وبالخليل وغيرها هذه السياسات عملت المملكة العربية السعودية مسؤولية ما قالت إليه الأمور واليوم لا يزال هيدا اقتناف اليمين الطائش يتصرف بنفس الطريقة وبعنجهية أكثر بعد وببطش أكثر الموقف العربي سيتبنى هيدا وجهة النظر بس شو القرار اللي هيخدق أو الفعل غير الموقف؟ عادة القرار والفعل ما هيكون بالعادة بالاجتماعات الإزارية ما بيخرج باجتماع واحد واجتماعين ما يكون في عطول بيكون مفاوضات ومشاورات واتصالات إذا بدأت ما حصل بحر التموز 2006 الموقف العربي صار يتدرج ما طلع بضغري بس اليوم هيكون الموقف الأول داعم للشعب الفلسطيني والدولي الفلسطيني مدعم مشروع التطبيع السعودي الإسرائيلي اليوم في البعض بيقول لك وقف في بعض بيقول لك لا السعودي ربما تستفيد من الموقف ليه أنه تقوي شوية تفاوضة هلأهود بطبيعة الأحداث اللي صارت إذا كان فيه اتصالات عادة الموضوع تجملت طبيعة الحال صارت أولويات المحل آخر بس ما يحصل اليوم بيقوي من الشروط السعودية التي كانت طلبتها لجهة إعطاء حقوق الفلسطينيين وضمان حقوق الشعب الفلسطيني وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادي ومقومات حياتي لكي نكون بالدولة أنه ما فيها أي مقوم سياسي مئة بالمئة فهذا اللي يحصل اليوم بأول موقف اللي أصدرته الخارجية السعودية والموقف اللي قاله ولي لحد السعودي باتصاله مع رئيس سلطة الفلسطيني بحسن من شروط السعودية في مرحلة لاحقة لكن هذا ما بيعني أنه التطبيع سيحصل هلأ بجزما خصوصا بعد التطورات اللي صارت نعم البعض كمان بيشوف اليوم أنه هذه الجبهات في حل فضحت كلها أو حتى لما بلشت من عبر حماس إيران هي المنتصرة؟ المشهد الأول المعرك الأولى دعونا نسميه بالحرب الحرب هي عدة معارك المعرك الأولى بلا شك انتصرت فيها إيران بلا شك يعني المظهر اللي شفناه يرسخ انتصاراً إيرانياً وانتصاراً للمحور في المعرك الأولى بس عطول العبرة في الخواتيم بالحروب بس هذه التسمار النصر المعرك الأولى هذه الصورة اللي طلعت مهار سبت تكفي إيران للحصول على مقابل سياسي وتشجير هذا النصر بن أوثانيا اللي صار يعني بهذا الوقت أين سيكون؟ لبنان مثلاً؟ رئاسياً؟ غير رئاسياً؟ خلال نعود شوية نحكي الأمور طيب أقوله على بساطة أحمد لبنان عطول يتأثر بأنه هتغيرات الإقليمية يعني خلال نرجع شوية ثلاث سنين أو ست سنين أو وضع نهار الانتخب العماد ميشيل عور الرئيس انجا بعد الاتفاق نووي الإيراني لما انتخب العماد ميشيل السيمان بالألف الأولوثماني كان بعضه حزب الله خارج من حرب تموز بالألف وستة وزائد كان فيه تقارب بالمنطقة بين سوريا والمملكة العبية السعودية وقتر والتركية كان فيه شبه مصالحة عم بتصير بالمنطقة قدت إلى إيصال الرئيس ميشيل السيمان لرئيس الجمهوريين نرجع بعد أبعد على الفان وثلاثة نهار لمدد للرئيس ميلا حود لماذا مدد للرئيس ميلا حود؟ كان فيه الغزو الأمريكي للعراق والتهديد والتلويع ضد سوريا وهذا شيء خيومتها يومها خلى سوريا تكون أكثر صلبة بالملف اللبناني والتحرير عام ألفات وإذا بنرجع أبعد وأبعد وأبعد بالألف وتسعمية واثنين وتمانين صار يقدى الاشتياح الإسرائيلي للانتخابات الرئيس الجمهورية باللبنان فمن الساذاج السياسي القول إن ما يحصل في المنطقة لا يؤثر على ملف الرئاسي ملف الرئاسي اليوم مصاب بشكل مباشر بهذا الموضوع وهو على الرف إذا خرج محور إيرام إذا انتهت الأمور بعدين أو إذا سارع إلى استثمار ما حصل في نهار السبت بطوفان الأقصى يمكن أن نرى السيمان الفرنجي رئيس وإذا ليس سيمان الفرنجي فرنجي إذا يستثمروا بالسياسي هل هامي الشاكي وأخيراً كان لك تعليق على سميتهم الخونة من الفارين من عناصر الجيش أنتوان لاحظ يجمعون مساعدات للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان يعني هؤلاء سيقاتلون اللبنانيين مجدداً وإن ما كانوا يقاتلوا بشكل مباشر هل هناك واحد بك وطالب من دولته تعفي عنه؟ وعن يترجع العفو إلى النهار هل يوكر بيروح بيزود جيش مزائي بيساعد جيش يمعتبر بحسب الدستور ولا بحسب الدستور اللبناني دولي عدوه؟ يعني العداء لإسرائيل ما أنه عداء سياسي هو عداء منصوص عليه بالدستور اللبناني وبعقيدة الجيش اللبناني وبكل البيانات الوزرية والحكومية وبأتفاق الطائف وبغير كله عداوة حالة لبنان هناك من يطالب بيعودتهم؟ بيجي هناك من يطالب بيعودتهم والعفو عنهم؟ هل بعد هذا المشاهد اللي جاء من نشوفها؟ بعد فيه من يطالب بالعفو عن هدول؟ هدول بالطول بش بس عملاء بس هدول صاروا خوانة وأكثر من خوانة هدول يأخذوا الجنسيات الإسرائيلية والعودية لبناني حتى لو رجعوا بعد هالمشاهد ولو عملوا لهم عفو مين يضمن الناس منهم؟ مين يضمنوا لقلهم من الناس؟ مين يضمنوا لقلهم من الناس؟ تماماً ممكن حتى إذا رجعوا يكونوا أرضاً؟ لا المشاهد اللي شفنين بيرها مقزز جداً مقزز جداً كنت لابد تريد العفو من الدولة وعبداً تدفع جهات سياسية وقفوا قانون العفو العام كرمالهم يومتاً وعملوا التسمية المبعدين القصراً الواحد مبعد قصراً يروح يسايع جيش هذا ليس مبعد قصراً هذا رايح طوعياً وصابق قصاره وتصميم ويساعد عن صابق قصاره وتصميم مبعد حدا يسميهم مبعدين قصراً هدول يخونا طوعاً الصحاف إبراهيم ريحان شرفنا حضورك معنا اليوم شكراً لألك مشاهدينا الكرام هيك منكم وصلنا لختم الحلقة شكراً لمتابعتكم وعلى اللقاء شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة